الحقيقة مبارح تحولت عملية تلقي الكابتن الخطيب العزاء في وفاة شقيقته إلى مظاهر التأدير كبيرة يعني كان فيها مصر رياضية كلها تقريبا عدد كبير في مسجد المشير طنطاوي من كل الأندية تقريبا حتى الأقاليم فيه ناس جات من برى مصر جاية تعزي وتحول الأمر باش مهندس إلى التفافة وجدانية معبرة جدا معنى بقولك فيه لحظات بتبقى بتستنفر أفضل ما فينا وبتبقى كأنها استفتاء غير معدلة فكمية الصدق اللي تقدر تأخذها من المشاهد دي بتبقى عالية أنا مبارح كنت هناك شفت هذا الكلام شفت هذا الكلام وشفت شخصيات الواحد مش متخيلة وناش شافت بعض يمكن من سنين ما شافتش بعض كل العزاء طبعا لكابتن محمود الخطيب وأيضا للزميل أمير توفيق النهاردة كمان شيعت جنازة والد الكابتن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي أمير توفيق في نفس اللحظة ونفس التوقيت عنده هذا الظرف وكان فيه ناس بتكلمني زعلانين ما بيردش علينا دي صور دي صور شقيقة الكابتن الخطيب يعني وجوه كثيرة من الشخصيات عامة وشخصيات رياضية ونمازج أهلوية الحقيقة حضور كان كبير جدا حضور طبعا وده أمر متوقع يعني بس عشان ما يفوتناش الأمر نتمنى السلامة لابننا النابه الأستاذ محمد صراج اللي تعرض وهو جاي عشان يقوم بواجب العزاء إلى حادث ربنا الحمد لله نجا منه مشهد السيارة مؤلم جدا كل الأمنيات الطيبة بشفاء رجع النهاردة محمد خرج من المستشفى العالمين ورجع القاهرة الحمد لله على سلامته والحمد لله أدر ونطف يعني كسر في الدراع وردود وربنا يهمه سلامة شوف العربية يعني على طريق الساحل حياة كانت حادثة بشعة شوية بس الحمد لله ربنا نجاه الحمد لله لأن الدكتورة وديته كانت في حالة من الانزعاج الشديد ربنا يطمن عليه يعني أهلوية كمان دكتورة ملك التحاول طبعا أهلوية ربنا يشفيه بسرعة ويسلم كل أولادنا يا رب اللهم أمين والنهاردة شيعت زي ما أشارنا جنازة والد الكابتن أمير توفيه وبكرة مراسم تلقي العزاء لكن الجنازة الرياضية هي دية الروح اللي كانت فيها يعني فكرة ده كابتن الخطيب مع أمير والأستاذ طرق أنديل وبقيت أعضاء النادي وعدد كبير من اللي كانوا حضرين النهاردة مراسم تشييع الجنازة البقاء ودوم لله وكل التعازل لكابتن أمير والأسرته الحقيقة يعني حضور حتى القيادات الرياضية يعني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور المهندس خلال عب عزيز وزير الشباب والرياضة السابق كابتن طهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق المهندس محمود طهر رئيس النادي الأهل السابق وكتير بقى من القيادات الشعبية وكبتل حسن حمدي رئيس النادي الأهل السابق ونجوم الفن عدد كبير شخصيات عامة أستاذ جمال مبارك ونستاذ علاء مبارك وعادق النائب محمد أبو العنين الفنان أحمد بدير كان موجود والأستاذ أحمد موسى والأستاذ أحمد موسى طبعا فنان أحمد بدير والفنان سامح السريطي والإعلام الكبير يعقوب السعدي يعني يعقوب السعدي هي مش عايزين نحصر لأن حننسى ناس بالتأكيد يعني صحيح كابتن شطأ وكابتن فوز سكوتي بقول لكم كل أبناء وكابتن حسام غالي كل أبناء الأهل الحقيقة كانت مظاهر التأدير كبيرة وكابتن مؤذرة ومساندة ومشاركة صديقة يعني أمر متوقع الشخصية بحجم الكابتن الخطيب يعني أي يعني متوقع هذا الحشد كل التعازي لكابتن الخطيب وأسرته وكل التمنيات للجميع يا رب بالسلامة إن شاء الله اشتركوا في القناة